بوتيرة متزايدة وعنف غير مسبوق يعيش المواطنون الفلسطينيون في الضفة الغربية تحت وطأة حرب المستوطنين الإسرائيليين التي يمارسونها الليلة نهار ضد أصحاب الأرض تزامنا مع حرب الإبادة الجماعية لجيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة التي تدخل شهرها الثالث المستوطنون الإسرائيليون وسعوا من هجماتهم وعدوانهم على المواطنين الفلسطينيين بشكل أكبر منذ قرابة الشهرين في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة خصوصا في المناطق الريفية المحيطة بالخليل جنوب الضفة اعتداءات وجرائم المستوطنين شملت التصفية الجسدية وإحراق المنازل وسرقة الأغنام وإغلاق الطرقات وتدمير الممتلكات وتخريب مساحات زراعية واسعة واقتلع الأشجار وإطلاق النار على السكان الفلسطينيين وضربهم وتهديدهم بصورة متواصلة إن لم يغادروا منازلهم تلك الممارسات الممنهجة التي تنفذ على أيدي المستوطنين المسلحين الجناح العسكري الآخر لإسرائيل بعد إعلان الاحتلال مؤخرا تسليحهم والتشريع لهم لقتل الفلسطينيين دفعت كثيرا من المواطنين إلى الرحيل وترك ممتلكاتهم ووفقا لمصادر حقوقية إسرائيلية معارضة للاحتلال الإسرائيلي فإن أكثر من 1150 مواطنا فلسطيني اضطروا إلى الفرار من منازلهم من 15 مجتمعا على الأقل في الضفة الغربية منذ مطلع أكتوبر الماضي نصورة يومية ومتواصلة يمارس الاحتلال الصهيوني سياسة ومنهجة في التضييق على المواطنين الفلسطينيين عبر أدواته من جيشا وعصابات مسلحة من المستوطنين في الوقت الذي يواصل حرب الإبادة الجماعية وقتل النساء والأطفال في قطاع غزة بغية الوصول إلى هدفه الأبرز في تهجير أبناء فلسطين من أرضهم ونهب ممتلكاتهم إلا أن تلك الممارسات ستنعاكس ضده وستكون وباء عليه